تسير عملية تشكيل الحكومة بصمت لكن بخطة ثابتة ويجري الرئيس المكلف سمو الشيخ جابر لمبارك مشاورات عدة لاختيار النائب المحلل من مجلس 2009 بدأ سمو الشيخ جابر لمبارك رئيس الوزراء المكلف فعليا باستغبال المرشحين لتولي المناصب الوزارية في تشكيل الحكومة الجديدة والتي سيكون دورها حسب وجهة نظر المراغبين تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بعودة وتمكن مجلس 2009 من ممارسة دوره تمهيدا لحله والإشراف على الانتخابات المقبلة والتي من المتوقع أن تكون في شهر أكتوبر أو نوفمبر الغادمين وتوقعت الأنباء أن تكون أولى المعضلات التي تواجه المبارك وجود نائب محلل ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة حتى تستطيع الحكومة ممارسة دورها الدستوري والقانوني السليم وذلك بعد إصرار الوزير السابق والنائب شعيب المويزري على استقالته واعتزاله الحياة السياسية ورفضه العودة ولو مؤقتا ضمن صفوف الحكومة الجديدة وأضافت مصادر أعلامية أن سمو الشيخ جابر المبارك التغن نواب يوسف الزلزلة وحسين مزيد ومعصوم المبارك لعرض التوزير عليهم ولاختيار أحدهم كمحلل للحكومة حتى تستكمل تشكيلها وللخروج من هذه العقبة كما رجحت الأنباء أن أحد هؤلاء النواب سيكون وزيرا في الحكومة الجديدة إضافة إلى أن أغلب الوزراء السابقين سيعودون ضمن التشكيلة الجديدة وتوقعت مصادر نيابية عدم اكتمال النصاب بالجلسة التي سيتم الدعوة لها لغسم الحكومة خاصة بعد تأكيد أكثر من نائب عدم حضورهم لما أسموه تصحيحا للإجراءات الحكومية ما قد يكون سببا دستوريا كافيا لرفع كتاب عدم التعاون